اتصالات أمريكية مكثفة مع السلطات اللبنانية بهدف إخراج البلاد من أزمتها الخانقة ومساعدتها في عملية النهوض الاقتصادي بعيداً عن التدخلات الإيرانية مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولند قالت بعد لقاءات أجرتها مع رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس الوزراء نجيم ميخاتي إن الولايات المتحدة ستقدم دعماً إضافياً قدره 67 مليون دولار للجيش اللبناني مضيفة أن أحد الحلول لأزمة الطاقة التي تعكف عليها واشنطن مع السلطات يشمل البنك الدولي ودعماً إنسانياً من جانبه قال عون إن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها لفتن لضرورة مساعدة البلاد على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها في هذه المرحلة والتي انعكست على الأوضاع المعيشية للسكان وأثرت على سعر العملة كما أجرت نولاند لقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله أبو حبيب ولم تتأثر زيارتها بالأحداث الدامية في العاصمة بيروت في منطقة الطيونة وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند قد ذكرت في وقت سابق من يوم الخميس استعداد الولايات المتحدة للعمل مع المجتمع الدولي والصناديق المالية لأجل تقديم الدعم المطلوب ومواجهة التحديات الرهينة في لبنان مشددة على ضرورة تحقيق إصلاحات في هذا البلد بعد تشكيل الحكومة الجديدة